لجنة الحكام تؤكد صحة الهدف الثاني للزمالك في القمة ضد الأهلي في تطور مثير ضمن أحداث الدوري المصري خرج مصدر من داخل لجنة الحكام ليؤكد صحة الهدف الثاني الذي سجله سيف الدين الجزيري لعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مرمى النادي الأهلي هذا الهدف جاء خلال مباراة القمة المثيرة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة العاشرة من مؤجلات مسابقة الدوري المعروف باسم دوري نايل والتي أقيمت على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي الجدل كان قد اشتعل حول صحة هذا الهدف بعد تصريحات من بعض الخبراء الرياضيين الذين شككوا في قانونيته ومع ذلك صرح المصدر داخل اللجنة للوطن سبورت بأن التحليل الدقيق للمقطع المصور للحدث يؤكد أن الهدف كان صحيحا وأنه لم تكن هناك أي أخطاء تحكيمية تذكر خلال اللقاء باستثناء قرار واحد متعلق بعدم طرد كريم نيدفيد لاعب النادي الأهلي وهو الأمر الذي كان يمكن أن يغير ديناميكية المباراة نادي الزمالك الذي يعرف بين جماهيره بالفارس الأبيض استطاع أن يخطف الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد بفضل الأداء البارع والهدفين الذين وقعهما سيف الدين الجزيري ليصبح بذلك بطلاً لهذه المواجهة الحاسمة الحاسمة في هذه المباراة يشير إلى أهمية الدقة في التحكيم والتقنيات المستخدمة في التحقق من الأحداث الرئيسية داخل الملعب ما يكشف عن الدور الحاسم الذي يلعبه الحكام والتكنولوجيا مثل تقنية خط المرمى ونظام مساعدة الحكم بالفيديو في كتابة تاريخ اللعبة